هي اليد الروسية التي قصفت وحدمت وشردت في سوريا ووقفت اعتراضا في أكثر من مشهد سياسية ملوحة بالفيتو في جولات مجلس الأمن اليد نفسها الآن تفرق راحتيها استعدادا لموعد التصويت على قرار آلية تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود المقرر في العاشر من تموز المقبل مع ضغطها المستمر لتحويل طريق دخول المساعدات عبر مناطق سيطرة النظام وحدها تحذيرات من سيناريوهات كارثية قد تضع ملايين السوريين تحت خطر المجاعة منظمة إنسانية وحقوقية سورية حذرت من توقف مفاجئ لدعم المنظمات والمشاريع قيد الإنشاء في الشمال السورية كما أصدر فريق منسق استجابة سوريا بيانا أشار فيه إلى احتمالية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا في حال عدم تجديد القرار الأممي 2858 وما لذلك من نتائج خطيرة على أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف مدنيا في المنطقة منهم مليون وخمسمائة ألف مهجر في المخيمات كما طالب الفريق الأمم المتحدة بشرح كل تفاصيل الاجتماعات أمام المنظمة الإنسانية لإيجاد حلول في حال رفضت روسيا تجديد الآلية الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجهت إنذارا شديدا نبرة أيضا قالت فيه إن اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعد موسما روسيا لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة دعية إياهم لعدم الخضوع لهذا الابتزاز الشبكة أضافت أيضا أن روسيا ونظام الأسد يعتبران ملايين السوريين المشردين قسريا بمنزلة رهائن على الرغم من أنهم المتسببان الأساسيان في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسريا أما الجهة الثالثة فكانت منظمة الخوذ البيضاء التي دقت نقوس الخطر هي الأخرى حيث ذكرت أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح من قبل روسيا وهي التي كانت شركة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم فهل ستخضع الأطراف الدولية لقرار موسكو؟ وماذا عن تبعية هذا الأمر حال حدوثه على نظام الأسد المعاقب اقتصاديا والمعزول سياسيا والأهم من ذلك كيف سيكون المشهد الإنساني والغذائي لا سيما في مناطق الشمال إذا تحكم النظام بملف المساعدات؟ اشتركوا في القناة